ننتقل إلى صحيفة ياني شفق وعود كليجدار أغلو بالغاء تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي هل تنصب في مصلحة الإرهابيين؟ كشف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أزغور أزال تفاصيل الوعد الذي أطلقه مرشح الطاولة السبعية لتحالف المعارضة وحزب الشعب والشعوب الديمقراطي كمال كليجدار أغلو حول دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تأشير الدخول وأكد محللون وخبراء أن هذه الخطوة تنصب في مصلحة تنظيمي جولن وبي كي كي الإرهابي لأن البيانة المشترك للطاولة السوداسية يؤكد التزام أحزاب المعارضة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بقرارات المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهذا يعني أن المعارضة في حال وصولها إلى السلطة فإنها ستنهي عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل جولن وبي كي كي وبي وي جي وأوضح للخبراء أن هذا أحد الشروط الرئيسية لدخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشير وفي هذا السياق شدد أيضا في حديث متلفز على أن المعارضة في حال وصولها إلى السلطة ستغير قانون مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أنه لم يبقى سوى ثلاثة شروط للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي